نعم كما أظهرت التقدير المشاركين ليسوا فقط من أبناء اللاجئين من أبناء المباشرين لبما أيضا هناك تضاغم بلشكي واسع هذا الاعتصام بالذات حصل بتنظيم أيضا من موظفين فيتازين فيتازين هو جهة كومية المسؤولة عن توسيع الناس إلى مراكز عن استقبال اللاجئين طالبين يشوف أيضا موظفين فيتازين هم الذين نظموا هذا الاعتصام لأنهم أيضا غير راضين على هذه المأساة غير راضين على هذا الوضع اللا أحلاقي في بلشك نحن نتحدث اسمحي عن دولة أوروبية بها نظام بها قوانين بها حقوق إنسان نحن نتحدث عن دولة عربية أو ترسية مثلا في وضع هنا الوضع فعلا قضية فعلا مرعب لماذا نور؟ أنت وصفته بالمأساة ليش هو مأساة؟ ما في مبالغة بوصفه بالمأساة؟ لا نحن نتحدث عن مبالغة مطلقا هو مأساة ومأساة فضيعة أيضا لأنه سيدي هناك لبس أيضا في فهم هذه النقطة ترسلني دائما تعليقات حجومية للأسف أيضا من العربيين يعني بيقولك أنه هذا اللاجئ ليش ما بيشتغل ليش ما بروح على دولة تانية يا جماعة الموضوع موقف اللاجئ بعد ما يبصم يقدم مصاماته العشرة في دولة معينة ما بيستطيع يرجع لدولة تانية هنا في أوروبا أيضا في بلجيكا لا يمكنك العمل مطلقا إذا أنت ما معت أوراق إذا ما لديك أوراق يعني ما لديك حياة لا يمكنك العمل لا يمكنك أن يستجعى ما أنزلين حتى النزول بفندق فلما أنت تبصمهم في بلجيكا ويتم فرصك للشارع الحرقية يعني الوضع يصبح خطيري الوضع يصبح مأساوي لأنه ليس لديك خيار أصبحت أصبحت أنت مضطر للنوم الحرقية بالشارع للأكل ربما من فضلات المنظمات أنا آسف على هذا التعبير لكن هذا ما يحصل الحرقيا فالوضع مأساوي جدا من أسابيع قليلة كانت أورينت معكم نور في بلجيكا وقدمت عدد من التقارير من هناك من هذا كل وقت لليوم لسه في لاجئين بالذات من السوريين عم يوصلوا على بلجيكا إذا عندك معدل بعرف ما في أرقام دقيقة يمكن تكون لكن هل التدفق كبير هل لا يزال هناك عدد كبير يصل من سوريين وغيرهم نعم بالتأكيد أنا بداية أريد أن أشكر أورينت على وجود أمانة على التصوير وتوفير هذه الأحداث أيضا المساوية هناك تدفق هناك توافد للاجئين بشكل عام هو خاف قليلا قصدا مع قدوم الشتاء يعني يصبح طويل الأجربال الشرعية يعني صعبة أكثر لكن هناك أيضا يعني ما زال هناك توافد الوضع للأسف ما زال كما هو عليه نسمع تصريحات فقط ومنذ جهور أنه تم افتتاح مرافز جديدة تم افتتاح طباد لكن لا نرى بصراحة لا نرى شيء يعني بالعبس من أيام قليلة وأيضا كما نشرت منظمة عمل اللاجئين هنا أيضا الهولندية أيضا نشرت أنه أصبح هناك قاصرين وعوائل في نسب الشارع وأنا أيضا تقيت بعائلة سورية طار لها شهر في الشارع هي للأمانة تم التعامل مع حلتها مثل يعني أسقارنا السوريين أيضا في مبادرات إنسانية أيضا يعني يجب الإشارة بها لكن من النحية الحكومية يوجد تجاهل كبير يعني نحن نتحدث عن عوائل كنا نتحدث عن شباب اليوم نتحدث عن عوائل نتحدث عن قاصرين يعني نتحدث عن أطفال يعني بعد خطرة ممكن أنا آسف لك ممكن تلاقي طفل عمر 12 سنة ممكن تلاقي ناين في الشارع طيب يا جماعة يعني مرة تانية الموضوع ما وإنه هذا ليش إجا لهون وليش ما راح على غير الدولة نحن نتحدث عن أزمة إنسانية يعني هذا خلص هذا وبصم هون في بلجية لم يعد يستياد الذهاب إلى دولة ثانية ليس لديه الحق في العمل ليس لديه الحق في استئجار منزل طيب هو مفروض شو المفروض يعمل لأننا نتحدث عن ضحايا لأننا نتحدث عن لا نريد أن نلوم هؤلاء الضحايا لأنهم لم يختاروا هذه الحياة طيب نور يعني أنا يمكن سألتك قبل هلأ بلقاء سابق عن ذات الأزمة هناك تقصير حكومي أم عجز حكومي لأنه نعرف أن أوروبا كلها تعاني من أزمات اقتصادية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا أزمة الطاقة وأزمات أخرى هل هناك عجز أم هناك لمبالاة من الحكومة يعني دعني أتحدث هنا برأيي الشخصي لا يوجد عمل هناك لمبالاة لماذا؟ لأنني أنا أحد الأشخاص وأنا الآن مسؤول عن ما سأقوله أنا حصلت على مركز مؤخرا مركز رواء ربما تقول ما يسمونه هناك ويعني هو تقريبا فارغ يعني هذا عمر غير مفهوم أن هناك مركز فارغة وهناك بيوت فارغة وأيضا الناس في الشارع هذا عمر جدا غير مفهوم إذا هي رسالة رسالة للاجئين بأذة تأتوا إذا هناك لكن كما ذكرت سابقا هذه الرسالة تصل بعد أن يتورط اللاجئ في الوصن اليوم نحن انتحدث عن ورطة بالفعل يعني أصبح اليوم اللاجئ في وضع جدا مغير لا عد بإمكانه يروح على دولة تانية لا عد بإمكانه يشتري لا عد بإمكانه يعمل شيء وهو مضطر لأني بالشارع فالموضوع ليس أنا لا أراح أنه عاجز أنا أراح أنه لا مبالاة أراح أنه تقصير متعمد لا أريد أن أكيد الاتهامات لكن هذا رأي الشخص كما أراح من أي جنسيات لا يزال الواصلون الجدد أو العموم من أي جنسيات نور طبقا لملكة دراسات هنا أصدر أحصائي هناك ثلاثة جنسيات أساسية طبعا الأوكران في المرتبة الأولى مؤخرا الأفغان وبالمرتبة الثالثة أعتقدهم السوريين وخاصة السوريين الذين يأتون من تركيا بعد الأحداث الأخيرة في تركيا هناك عدد كبير نعم لكن أيضا هناك كما ذكرت هناك لمبالاة هناك تقصير هناك كما يسمونه تطفيش طب بما أنك ذكرت الأوكران نور الأوكران لديهم معاملة أخرى مختلفة لما نفس الكل سواسية لا ليس سواسية الأوكران يحصلون على معاملة أخرى الأوكران يحصلون مباشرة على مساكنهم الخاصة ومجهزة قبل أن يأتو أصلا الأوكران بمجرد أن يظهر الأوكراني جوزة فرقه الخاص هو يعامل بطريقة مختلفة تماما أنا أعتقد كما ذكرت أيضا هو مفهوم أن يكون هناك معاملة خاصة للأوكراني يكون هناك أولوية هناك أولوية للعاربين من التحرب هناك أولوية للدول المنكوبة أوكرانيا للدولة من أحضر دول العالم بموضوع الحرب بعد الغزو الروسي لكن أيضا أتحدث أنا هنا كسوري وكسوريين نحن أيضا نفس الحال تماما ما أنك عم تحكي عن هذه النقطة نور خليني أسألك هذا السؤال وهو بعيدا عن الأزمة لكن مرتبط بواقع اللجوء ببلجيكا بأي ظروف تقبل الحكومة البلجيكية المحاكمة البلجيكية طلب اللجوء المقدم من السوري تحديدا يعني قبل سنوات كان ربما في بعض دول الاتحاد الأوروبي يكفي أن تكون سوريا ليقبل طلب اللجوء اليوم ما هي النقاط التي يمنح بموجبها حق اللجوء لحاملين الجنسية السورية تحديدا عن شو بيسألوا ما الذي يثير اهتمامهم هنا في بلجيكا أيضا ما زال الوضع تقريبا كل سابق يعني من الكفاية أن تكون حامل جنسية سوريا كون أن سوريا ما زالت تصنق على أنها بلد غير أمن بلد حرب كشخص سوري يمكن أن يمنح الحماية في الوضع الطبيعي وهي حماية سنوية ولكن ما يتم السؤال عنه هو ما هي الخطورات التي تتواجه بحال العودة إلى سوريا طبعا حسب كل مدينة ولكن بغض النضع عن الوضع الأمني يسأل عن المشاكل التي هل هناك مشاكل سياسية هل هناك مشاكل كتماعية بالتأكيد المطلوبين ربما للحكومة للنظام أسد يقوم على رأس الأولويات في طلب الأجوة لكن في الوضع العام الوضع الأمني في سوريا هو ما يحدد قبول قرار الأجوة هنا في بلجيكا في بلجيكا تحديدا بعض الدول الأخرى أصبحت تعتبر بعض المدن في سوريا مدن آمنة كدمشق وغيرها ولكن في بلجيكا لا تعتبر دمشق آمنة سوريا كلها أيضا طبقا للمنظمات كما ذكرت هي بلد غير آمن بلد حر ومن ضمن الأمم المتحدة لكن نور أنا إذا بنا نحكي كثير بصراحة أنا وإياك في عدد من السوريين مقيم بتركيا لسنوات طويلة وحتى لما بتشوفوا بتركيا ويمكن أنت شفت بعضهم بتركيا أو شفت بعضهم من وصل إلى بلجيكا أخذ قرار التوجه إلى أوروبا بين قوسين لأسباب اقتصادية بحتة هل أنا بدي أسألك وأنت لك الحرية كناشط حقوقي في أن تجيب أو لا تجيب لأننا ما بنا نعلم الناس لكن إذا أنا كلاجئ كنت مقيم بتركيا أو حتى بسوريا وطلعت على بلجيكا وسألوني ليش جيت وقلت لهم أنه أنا عندي مشكلة اقتصادية رات بما عمي كفي عندي مشكلة في تأمين غذاء لأبنائي هذه الأسباب تمنحني حق اللجوء في بلجيكا؟ نعم بشكل عظم اللاجئ الاقتصادي لا يعتبر لاجئ لا يمنحق اللجوء لا في بلجيكا ولا في أي دولة حول العالم حسب معلومات لا يوجد هنا مقيم اللجوء للاقتصاد يعني إذا عندك مشكلة مالية أنت لا تمنحق اللجوء ولكن السوري لا يسأل أصلا عن راتبه في تركيا لا يسأل عن مضاره الاقتصادي في تركيا حتى لو كان مقيم في تركيا لعشر سنوات طالما أنه لا يحمي الجنسية غير الجنسية السورية إذن له الحق في الحصول على اللجوء تركيا سيدي لا يسأل عنها هنا في بلجيكا لأن رضاها معروف تركيا لا تمنح لجوء هي تمنح حماية مؤقتة نحن نعرف كيف تجريد أمور في تركيا لا تعتد تركيا أيضا بلد آمن للتاجئين السوئيين حتى لو كان السوري منصر لعشر سنوات في تركيا ما بيسألوا أنه أنت ليش مجيد أو ليش ظليت في تركيا ما بيمطلع حدث حسب معلوماتك حتى ما لقضته لكن كما ذكرت اللجوء الاقتصادي هو غير مقبول اللجوء المقبول هو اللجوء السياسي اللجوء من حرب هذا هو اللجوء الأساسي